قبل مولد السيد المسيح وفي قرية أنطاكيا أصيب نجار اسمه حبيب بمرض أصاب جلده وقبح وجهه وظل سنوات يطلب من الأصنام شفاء ولكن دون جدوى حتى بلغ من العمر ستين عاما في هذا الوقت أرسل الله لأهل هذه القرية اثنين من الرسل يدعوانهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فكذبهما أهل القرية وأمر حكم القرية قائد جيشه بطرد الرسولين عزز الله الرسولين برسول ثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وفي هذه الأثناء التقى الأنبياء الثلاثة بالنجار العجوز فآمن بالله خالق الكون ثم طلب منهم أن يدعو له بالشفاء وعندما شفي فرح فرحا كبيرا طاف حبيب بأرجاء القرية يدعو الناس للإيمان وتصديق الرسل ويشير إلى وجهه الذي أصبح جمينا بإذن الله ولكن أمره وصل للحاكم فأرسل قائد جيشه ليهدده بالموت إن لم يكذب الرسل وعندما عنم حبيب بأن الحاكم أمر بقتل الرسل أسرع إليه ووعظه هو وحاشيته وحذرهم من سوء العاقبة إذا ما قتل الرسل الثلاثة فأمر قائد الجيش رجاله بضرب حبيب بالأقدام حتى الموت أخذ حبيب يصرخ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون حتى مات فأدخله الله الجنة وغفر له ذنبه وأكرمه قال يا ريت قومي يعلمون بما غفر لربي ثم أرسل لأهل القرية ملكة فصاح صيحة واحدة أهلكت القرية بمن فيها جزاء كفرهم واستهزائهم بكل رسول يرسل إليهم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون نصح الشاب التقي ابنة عمه ليلى بارتداء الحجاب والالتزام بالأخلاق الكريمة وأخبرها بأنه سيتقدم لخطبتها إلا أن ليلى رفضت نصائحه حيث أنها كانت مستسلمة تماما لأراء وأفكار صديقتها نهى التي أخبرتها بأن ابن خالتها فهمي هو الإبن الوحيد لوالديه وأنه معجب بها ويريد أن يتزوجها ففرحت ليلى كثيرا وبالفعل تزوج فهمي من ليلى وسكنت معه عند والدته في سكن متواضع وبعد شهرين من الزواج حاول فهمي أن يقنع زوجته بالسفر إلى إحدى دول الخليج لتعمل مربية أطفال بمرتب كبير ومن خلال عملها سيشتري لها سكنا جميلا بل وسيارة وأرضا وأشياء كثيرة ومع تردد الزوجة تدخلت صديقتها نهى وأقنعتها بالفكرة فسافرت الزوجة وبدأت عملها وبعد عام أرسلت لزوجها مبلغا كبيرا اشترى به شقة جميلة كتبها باسمه وعندما أرادت العودة أو حتى لقضاء إجازة بجانب زوجها أخبرها أن الشقة بلا أثاث وعليها البقاء بالخليج حتى يتمكن من تأثيث الشقة ظلت ليلة خمسة أعوام وقررت العودة دون أن تخبر أحدا خاصة بعدما أخبرها زوجها بأنه أثث الشقة واشترى سيارة وقطعة أرض في مكان راق استقلت ليلة طائرة عائدة إلى أرض الوطن إلى الدفء والحنان مع زوجها إلى عش الزوجية الجديد الذي كونته بخمسة أعوام من الشقاء والصبر على الغربة والفراق خمس سنوات متتالية مرت عليها بطيئة مملة قاسية أملا في تحقيق أحلامهم المشتركة هبطت الطائرة على أرض المطار فتوجهت إلى عنوان شقتها الجديدة التي علمت بمكانها من زوجها وعندما وصلت دقت جرس الباب ففتحت لها سيدة شابة وعندما دققت النظر وجدتها نوها صديقتها المقربة وكاتمة أسرارها أخبرتها نوها أنها تزوجت فهمي وهي في الغربة حتى لا يصبح وحيدا وبسط دهشتها خرج زوجها وهو يبتسم دون مبالا قال لها لقد اشتريت كما طلبت مني هذه الشقة وأثثتها واشتريت سيارة وقطعة أرض وكل هذا باسمي فاهدأي قليلا حتى نستطيع التفاهم ثم ابتسمت نوها وقالت ساخرة لا مانع عندي أن تسكني معنا فقط لتقوم بتربية أطفالنا القادمين خاصة وأن لك خبرة في هذا الأمر جن جنون الزوجة ولم تقل إلى جملة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل ثم أغمي عليها وعندما أفاقت وجدت نفسها في بيت أهلها فأوصاها والدها بالصبر واللجوء إلى الله الذي نسيته كثيرا فبكت ليلى وتابت إلى الله وارتدت الحجاب وبدأت تصلي وتقرأ القرآن وتقوم الليل وتدعو الله بالدموع أن يغفر لها وبعد شهر أرسلت ليلى والدها إلى زوجها يطلب منه طلاقها فرفض الزوج طلبها وهنا غضبت نوها كثيرا واتهمته بالحنين لها ثم طلبت منه أن يكتب لها الشقة بما فيها بإسمها أو يعطيها قطعة الأرض ولكن فهم رفض طلبها وأخبره بأنه طلقها وأرسل لها ورقة الطلاق منذ يومين لم تصدق نوها ما تسمع وبدون أن تدري وجدت بيدها سكينا فطعنت بها زوجها عدة طعنات فمات في الحال وتم إلقاء القبض عليها وأخذت ليلى الميراث كله أما نهى فقد حرمت من الميراث لأنها قاتلة لقد عاد كل ما كتبه الزوج لنفسه إلى زوجته ليلى التي نجأت إلى الله وسلمته أمرها فانتقم لها وعوضها وأدخل في قلبها الرضا والسعادة بطاعته وحسن الظن به ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام